اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الخلق مهما كانت مذاهبهم الخطاب لهم جميعا إن هو القرآن إلا ذكر للعالمين لجميع الأمم ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء الاستعمال أن يستعمل العبد ويستبطئ الإجابة ويترك الدعاء الدعاء الإنسان مكلف بالدعاء ولكن وقت إجابة الدعاء ليس محصورا بالدعاء وقت الإجابة ممكن أن يكون عاجلا ويمكن أن يكون آجلا أبطلب من حضرة الله عز وجل ما يحاسبني على ذنوبي لأنه ما حسن يتحمل فالجواب ما أخذته بستين سبعين ثمانين تسعين سنة ما أخذت الجواب قد يكون الجواب مدخر إلى الدار الآخرة لذلك الإنسان لا يستبطئ الدعاء ولا ينج على الإجابة كما أن الإجابة لو حصلت قد لا يدرك الإنسان معنى الإجابة نحن كبشر عقلنا محدود من ظن الإجابة أنه خلص أنت إذا عيت رح يعطيك الجواب حاضر لا كثير من الناس مهما خدمته لا يدرك لا يدرك الخدمة مهما كانت إلا بكلمة أنه أنا لأني بحبك عما أقدم لك إذا ما قال له بحبك معناها هو ماله مرتبط معه بحال من الحالات مع العلم أن الذي قدمه يشير إلى محبة حقيقية لكن الناس عايشين وراء الألفاظ وليسوا يفكروا بالحقائق والوقائح مرات الرجل بجيب لبيته كل شي بيقدم لمرته كل شي وإذا كلمة طلعت منه ألا أنا ما بحبك ما بتحفظ من كل ما جرى إلا كلمة أنا ما بحبك أو كلمة أنا بحبك وهذا من الجهل في النفوس والجهل العلمي ولو أدرك الإنسان لرأى أن الجواب العملي هو أفضل من الجواب اللفظي ولكن نحن كبشر نحب الحكي نحب نسمع ومن حب نحكي وكل منا إذا أعد في مكان بيحكي لبلد فالدعاء ما ممكن أن يخرج دعاء من فم إنسان إلا ويسمعه الله سبحانه وتعالى ويجيب عليه ولكن وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الدبانة إذا عبت وز الوز تبعها تسبيح باللغة تبعها فإذا أنتم ما عرفت اللغة تبعها لا تقولوا هي جاهلة ما بتسبح قد تكون عبت سبح أكتر من كن وما من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى ولكن لا تبقهون تسبيحهم أديك إمتى بعيط قبل الفجر بتلسع أو بنصف ساعة بيبدأ يتم عيط ليست رؤية الفجر بالنهار ما بيحكي شيء وإذا بده يحكي بيحكي بوقت الأدان لأنه يعقل ماذا يفعل ونحن لا ندري ماذا يفعل إديك عبيعيط تشوش علينا ما بخلينا نام روحوا تدبحوا واخرسوا منه أنا عبي سبح وعبي فيئكن حتى تقوموا تشتغلوا بالتسبيح ولكن لا تبقهون تسبيحهم فالدعاء بداية من العبد هذه الصورة أما الحقيقة اللهم اغفر لنا جميعا أملنا بفضل الله ما حدا يقوم من مجلسه إلا مغفورا له من الذي أجر الكلام على لساني بداية ونهاية الذي أجر الكلام هو الله سبحانه وتعالى بشتون أنا بدي أقول أنه ما قبل الدعاء وإذا لم يقبل الدعاء لا يجري الأذفاض على لسانك فإذا كان هو يجري الأذفاض على لسانك كيف لا يقبل الدعاء لكن والله أنا ما أسمع شي يعني يعني ما أشوف شي ملموس ما أشوف أنه مقبول أنا ولا غير مقبول أنا ما أشوف ما أعرف ما المهم أنت تعرف المهم هو الذي يعلم وهو الذي يعرف الصغيرة والكبيرة وهو الذي يعرف البداية والنهاية ما المهم أنت تعرف أنت وظيفتك تذرع الأمحات بأرض محروطة ومصئية وبعد مصئية كمان محروطة وش الأرض تذرع الحبات ما أنت الذي يطالع الحبات الله فبدو يكون عندك اليقين بأن الذي يستجيب هو وليس أنت فأعطاك الجواب سريعا أعطاك الجواب بطيئا لا تستجل على الله ممكن يعطيك الجواب بعد يوم بعد يومين بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد خمس سنين الجواب حاصل لأنه هو الذي ألهمك الدعاء ليعطيك الجواب ولكن العائق للتأخير ما هو ليش ما بيعطيني مباشرة مرات ما بيعطيك مباشرة لأنك لم تأتي بشرائط الدعاء بشروط الدعاء ولا يستطيع إنسان أن يأتي بشروط الدعاء إذا أراد أن يعطي الدعاء حقه أولا على وضوء ثانيا مصدر كيعات ثالثا متوجه إلى القبلة رابعا على يقين بأن الله سيجيب هذول الشروط الأربعة إذا ما كانوا موجودين أنت ما عاد تشعر بالدعاء ما هو فأنا على يقين بأن الله سبحانه وتعالى قبل دعائي والله بتخبر لنا كلنا فضلا منه وكرم من منكم يستحق الدعاء ومن منكم يستحق الإجابة نحن عبيد إحسان ولسنا عبيد أوامر إذا أحسن إلينا ممكن أما هل نحن نستحق وإذا قلنا لا من منكم يستحق لسانه الذي انطلق في ذكر الله هل تستحقه أيها الإنسان أو فضلا منه وكرم من الذي يستحق حرقة الأصابع لو سواك إيدكم مثل إيد الجمل ماذا تصنعون أليس هذا منه فضل وكرم وإحسان مين أعطاك الإحساس أول ما بتشعر بالبرد بمقدمة الأنف مين أعطاك هذا الإحساس فهل أنت عبد له تقر بكل ما يأتيك به وتعترف بالفضل والكرم والإحسان أو عامر حالك فهيم وابدت تفرض حالك على الله لذلك لا تشعر بإجابة الدعاء مهما كان الدعاء ولا تترك الدعاء والدعاء بمنزلة بذر أو غرس فجعل يتعاهده ويسقيه فلما استبطأ كماله ونجه تركه وأهمله وهنا الغلط أنا زرعت في جامع أبو النور القديم كان فيه شجرة بجنينة تحت كله بد يروح ألعت الشجرة الشجرة بتحمل الليمون وبتحمل كرمنتينة لحجتها بالبيت شهر اثنين ثلاثة أنا مشغول بالجامعة ما أمروا على البيت صدفة رحت على البيت وجدت الشجرة ملحوشة ومر عليها حر ومر عليها برد وسقيع ملحوشة هيك بالأرض قلت لهم يا جماعة أنا أبدي إزرعه ما ممكن أربع خمس لشهر صر مقلوعة مرمية بالأرض معرض للشمس والسقيع ما ممكن على تطلع لك يا جماعة بدي إزرعه وحطها وأصعيه وخليها ما تطلع شكيت بالأرض لكن أنا عندي بيقين بأن الذي أوجدها قادرا على أن يحييها بعد الموت عندي يقين بزرعت تركت البيت أمنت لها مياتها بشكل يومي لكن أنا ما أذهب على البيت مرة علي ستة شهر سبعة شهر تسعة شهر رحت على البيت لقيت الورق طالع ابقيت أنا عبطعميها وعبشقيها حملة انقلعت بسنة الستين انزرعت باثنين وستين إلى الآن عبتحمل وبتعطينا مردود من الستين إلى هلأ كم سنة ثلاثين أربعين خمسة وأربعين سنة لا تزال عبتعطي مردود بعد الموت لكن مو يوم انزرعتها أو رأيت زرعتها وتركتها ويقيني بأن الذي أحياها أول مرة عاجز أن يحياها تاني مرة إلى الآن عمناكل من حملها وميزتها وما كل سنة بتحميل في ليمون مستوي وفي ليمون الغيرة وفي ذهرة يعني الحمل باستمرار فهل الله قادر أن يجيبك على الدعاء إذا لم يكن قادرا من الذي يكن قادرا يجيبك على الدعاء في الصباح وفي المساء وفي الليل وفي النهار ولو لم يريد أن يقبل الدعاء منك لما أجر الدعاء على لسانك وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي إنت غلطان وما لك فهمان الإجابة حصلت لكن أنت ما عندك عيون تشوفها ولا عندك إرادة تتحملها لذلك بعدت عنك شوي بدك تصبر حتى تجيك الإجابة حاليا أو مستقبليا أو بعد الموت بتجيك الإجابة تجد إجابة الدعاء في قبرك لما بيزعلك الملكين بيجي الدعاء يقض حاجز قل لهم تركوه هذا آخذ فرمان أمسامح لا تحكوا تركوه هذا حساب على هل أوجده وهذا من آثار الدعاء فعليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل إذا بيستعجل شو بيقول دعوت فلم يستجب لي الإجابة حاصلة لكن أنت لا تستعجل الصبور وفي صحيح مسلم لا يذال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل دعاء الذي لا يقبل بلان أسائلي يا ربي دخيل أخذ لعندك خلصني منه لا أعد يجوبه هذا دعاء لا يقبل أو قطيعة رحم أحد الأشخاص أعطى إنسان مسدس قال له الله خليه خد ابني الصحراء أو صهنيك وتركه وتعال بدأ يقطع الرحم أو يقول يا ربي تقتل لي ابني وأخلص منه تبعت له مرض ما حسن شوفه الله ما بيقبل إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وذا اطلعت عن قاعدة الطيب فالله سبحانه وتعالى لا يقبل منك الدعاء ليه قال الطيب هو أمر إلهي أما غير الطيب هو هو معنا أنا بدي أخلص من أخي أسائلي يا ريتي ومت أخلص منه أنت عرفان حالك أنه عم تطلب من حضرة الله عز وجل بأن يهدم البناء الذي بناه فكيف يقبل منك دعاء بهدم بناء هو بناه معقول هذا لذلك لا يمكن أن يقبل الدعاء إلا بما يرضيه أما إذا لا يرضيه لا يقبل الدعاء قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويترك الدعاء بطج أدعي أنا لن أدعي الله ما أدعي يا صغير العقل هل تعلم بأن الله دعاء دعائك لوقت أنت بحاجة إليه واليوم أنت لا بحاجة إلى مثل إيش الدعاء أنا بني أدعي دعاء أنا ما بحاجة إلى يا ربي والله بيتي صغير علي بدي بيت أكبر إعاي سمستور شو بدك حسن من هي أبتاكل تشرب وتنام شو بدك حسن من هي الغرفة الوحدة عندي ببيتي غرفة استقبال ضيوف غرفة طعام حطوا الطاولة والأكل بيأكلوا الناس غرفة كهرباء أي تصطيح كهرباء بالغرفة غرفة ميكانيك غرفة إنجارة غرفة حدارة غرفة إيش هي لازم يكون عنده الواحد كل غرفة لعمل ما يعني إذا كان بيت كبير مين منكن بتقبل الله يبعث لها بيت كبير يلي بتقبل ترفع أصبعتها بيأكل الحارة بيأكل الحارة اللي بدها بيت كبير ترفع أصبعتها ميزة البيت الكبير والله عم بتعب بالبيت أنا أحب يجب له واحدة ثانية حتى تعاون بالبيت وتشارك بالحياة حرام شيء أنت طلبت بيت كبير هاي بيت كبير اشتغلي لحالك والله عم بتعب ام يجب لك وعدة عاونك ما رأيكم قبل ما أطلب بيت الكبير بدي أطلب بيت عنده كبير بالدنيا هو لو حطني بقبل رضيان بس عنده يكون البيت كبير هنيك أما الذين يدعون الله بيرعوهان ولا هنيك شو بيرعوهان ولا هنيك الهدفان بس هون بلك يا جماعة ما لكن امتولين هون انتو الآن مين منكن له أمال يعيش بعد هلأ مئة سنة يدي إليه الأمال يعيش مئة سنة بعد هلأ يرفع أصبعته نشوف ما قد رفع أصبعته بس هنيك الحياة كم سنة هنيك المئة مئة ألف مليون سنة هديك الحياة فابنا ندعي لهيول الهديك مثل الدنيا من البداية إلى النهاية كعابر سبيل دخل من مكان وخرج من آخر ما محر للواحد يدعي بشانها يدعي بشان هديك وأنا ضمين بأن الله يقبل الدعاء فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويترك الدعاء وإذا جمع العبد مع الدعاء حضور القلب بكليته وصادف وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة أنا أتجل يا ربي والله عم بتعب كنت أطلع طلعي تلميسات وراي ذلم يمركبه ووصل على الجامع عم بتعب بدي سيارة أنا عم بدي أن بطلب هذا الطلب في وقت السحر منزل على صلاة الفجر واحد يقول لي عني سيارة زايدة عني خليليها عندك واستعملها وأتبعت هذا بأخذ شو رأيكم قبل الدعاء بالطبع قبل تكون الإجابة يوم يرضاه عنك ما الإجابة تكون سريعة إذا أجت الإجابة سريعة بتروح سريعة يلي بيفتح المصحة بيقرأ الصحيب هاي مرة بحفظها على الغيم مرتين بحفظها على الغيم هذا الحفظ السريع انفلاته سريع خلي اتراجع شيء خمسين مرات حتى يعلق معك واذا علق بعد خمسين مرة ما عد يهرم إجابة الدعاء في أوقات محددة والأوقات ستة إذا ما حسن على الأول الثاني ما الثاني الثالث ما الثالث الرابع ما الرابع الخامس ما الخامس الثالث أول وحدة الثلث الأخير من الليل يعني وقت السحر إذا بدك تقوم وقت السحر بدك تنام بكير اتصلت بأحد المشايخ لما حاكاني أني كلامه يشير أنه نايم الزلمية قال لي والله أنا في قتل من النوم سترد عليك خير إن شاء الله ما أنت بتنام بكير قال لي أنا ما ممكن تكون الساعة عشر وأنا قاعد خير إن شاء الله طالما زلمع بنام بكير بدي اختبره قبل أذان الفجر بعد أسبوعين ثلاثة قبل أذان الفجر بتلت ارباع الساعة دقيت له تليفون أول رن يرد علي ترد شو عب ساوي قال لي والله سلمت على اليمين لما سلمت على الشمال سمعت رنت التليفون أخذت التليفون ورديت عليك ايه والله ما أحق يلي عنده برنامج في وقت السحر يناجي ربه وربه يناجيه أنا له أن لا ينان باكرا لكن انتم الموجودين مستمعين ومستمعات النسبة هاللي بتنام بكير بيناتكن أليلة أو كثيرة ما بعرف الحارة اللي بينام من بعد الإدعش يرفعونا أصبيعنا نشوف قديش بي الحارة امسحيين نستحيي من الخلق ولا نستحيي من الخارق لأن الله يراكم في كل الأحوال فأنتم ما سألين عن الله سألين أنه الناس ما يعرفون أنه نحن ما نقوم على صلاة الصبح كثير أنا بجيني مرضى محيرين الأطباء اسألهم أمتى بتصد الصبح والله وقت من في من صدي الصبح أمتى يعني يعني من في الساعة تسعى من صدي الصبح ومقر ومقر هذا شغل نا طيب ما بتفتروا أبل ما تطلعوا من البيت قال لا يعني من آخر الفتور لبعد الظهر بساعة بساعتين ناكلنا صندويشي بعدين نرجع البيت ناكل أكل مثل عالم الناس هذا مرض المجتمع أول وحدة في ذلك مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يمكن أن ينجح في الحياة من يخالف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالدوى عندي بتصد الصبح بتفتروا والظهر بعصلا الظهر بتتغدو بين المغرب والعشة بتتعشو وبعد ثلاثة شهر إذا تم فيكن شي راجعوني يروعوا معادي يرجعوا إذا رجعوا قال الله الحمد لنا ما تم فينا شي جهل المسلمين بدينهم ومن الجهل أنه والله عبد الله ما عبد يستجيب كيف يستجيب منك الدعاء وأنت غافر عن الله لا بغيره كيف يستجيب لك الدعاء فالشرط الأول من الدعاء أن يكون في الثلث الأخير من الليل يعني في وقت السحر الشرط الداني عند الأدان أن تدعو إلى الله ما تريد شرط أن تدعو بالإحسان وإن دعوت بالشر لا يستجاب ثلاثة بين الأدان والإقامة بين الأدان والإقامة بالفجر في عنا نصف إدعي ما شئت في هذا الوقت لأنه انحصر الوقت انتهى وقت السحر ودخل وقت الفجر من وقت الفجر حتى تقام الصلاة وبعد الصلوات المكتوبة بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء بعد الصباح أي صلاة بعد ما تنتهي الصلاة ما لا شيء ارفع إيديك وادعوا إلى الله ما شئت خامس وعند وعند صعود لإمام المنبر يوم الجمعة متى ما تطلع الإمام على المنبر قل له يا رب أنت الذي رخصت له أن يصعد المنبر في هذا الوقت المحدد فأسألك يا رب أن لا أخرج من هذه الدنيا إلا وقد غفرت لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وفي هذا الوقت يستجاب الدعاء وآخر ساعة من النهار بعد عصر يوم الجمعة بعد العصر يوم الجمعة هذا وقت الوداع ليوم الجمعة ونستقبل السبت غدا وهذا الوقت يستجاب فيه الدعاء صاروا ستة عنكون واحدة ثانية وصادف ذلك كله خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الله وذلا وتضرعا بين يدي الله سبحانه وتعالى وربع يديه وحمده وحمده وأسنى عليه وصلى على حبيبه المصطفى سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم ثم تاب واستغفر ثم دخل على الله تعالى وألح الدعاء تاب واستغفر وألح الدعاء وتوسل إلى ربه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته وقدم بين يديه وقبل دعائه صدقة لوجه الله تعالى قدموا بين يدي نجواكم صدقة قال فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد بإذن الله سبحانه وتعالى ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دع الله بإسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ما حب الله أجلنا يا أستاذ الله يخليك والله ما حب الله اللهم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نحظى بالدعاء والله كتابه لحقنا بس ما لحقنا نحفظه لسا قال لي ما بيحفظه من ثلاث مرات بيكون ما عنده قابلية للحفظ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا يستحق الحمد سواك لا إله إلا أنت في غيره وصفاتك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقول عند الكرب أنتوا الآن واقعين بكرب أنا كرب وأيما كرب لا إله إلا الله العظيم الحليم عظيم قادر أن يفعل كل شيء لكن عاملنا بحلم ولو عملنا بما نستحق ما ترك على ظهر الأرض من داب بحلم كون داب كون دواب كل ما يذب على الأرض فهو داب لا إله لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم حباً كتبتوا كتبتوا ما نأف ما نأف ما نأف كون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والسبع ورب الأرض ورب العرش العظيم وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في خضاءك أسألك اللهم بكل إسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدرنا وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانا فرحا فقيل يا رسول الله ألا نتعلم نتعلمها قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها يعني يطبقها علميا وعمليا والله شيخي ملحنة كتابين إحنا طيب إذا أنتوا تنابل بالكتابة أنا شو أعملكون ما علي شيء الله يخليك عندنا ياهون حاضر على رسل تكرم وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك لكن وبالحكي اللهم إني عبدك يعني أنت بتملك فيه كل شيء أنا ما بملك شيء وابن عبدك وأبي كمان عبدك وابن أمتك وأمي كانت عبدي عندك ناصيتي بيدك الناصية ما هي الناصية إن من هون من هون يعني إذا كان بكرة بعد ما متت نجعوا نبت شعراتي وطولوا بكمشوني منهم شعراتي الله بطيك والله ما حازين تحملها والله بتقالم ناصيتي بيدك فرحمها ناصيتي بيدك فاقبر لها ناصيتي بيدك عملها بالإحسان وأنت صاحب الإحسان ناصيتي بيدك ماضي في حكمك الله حكم عليكم كلكم وسجل كل واحد إمتى بده يموت وهل هذا الحكم يتغير ويتبدل ممكن يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء كان مقدر لي أقصى حد عيشه ستين سنة وكان عندي اليقين أنه أنا بعد ستين رايح بعدين قال لي طالما أنت عم تشغل ليلك ونهارك وبدك يعني يكون أنا رضيان روح هاي ثلاثين من الخار الستين أعطاني أدنصهم صاروا ثلاثين من الخار صاروا تسعين قال لي ما دمت أنت عم تشغل أنا راح أخليك ما دام الخلق بنتبع منك قلت لن القيادة إليك مناصيتي بيدك فافعل ما تريد كل منكم على هذا الحال مستسلم إلى القدر الإلهي وراضي بالقدر مهما كان والله افتاري لماله رضياني ليش يكعب ستفين ماض في حكمك عدل في قضاءك أنت قضيت علي بالمرض راضي قضيت علي بالتعب نفسي راضي قضيت علي بالفقر راضي قضيت علي بالغنى راضي شو ما بتتصرف فيه أنا راضي مستسلم كلكم هيك ما أظن لو كنتوا كلكم هيك ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه لكن اكتار بيناتكم المشغولين بالأنا وأنا بدي إلي وأنا لازم يكون إلي شيء لحالي تختلف المرأة مع زوجها ما كاتب لي شيء إلي طيب بركي أنتي متي بحياته رحمة الله على زوجتي قالت له شو بدك اكتب ليك قالت لي إذا كتبت إلي بدني يرجعوا إليك بمن هلأ لا تكتب لي شيء يا بنت الحلال بركي أنا متت أنت تمتي قالت لي لا ما رح أتم أنا أنا ماشي مسافرة ما عدت معي غير خمسة وارعين سنة وتركت وراحيت إجاهة شوية من أهلها وراتي تفرقوا على أولادها والله والله أكرمي وغناني عن الكل والحمد لله أنا في بحبوحة واسعة عايش بفضله وكرمه ما لازم ما نعصني شيء أحد الإحفاد قال لي إلي شو بيلزمك لجبلك قلت له وقف بيلزمني شيء بإليك بعد سنة قال لي إيه ما طالبت مني شيء تقول له والله ما لازمني شيء ما لازمني شيء كل شيء بيجي من بابه لخلقه شو لي علاقة أنا ما لازم شيء أنا وما بقى إلي لا حياة ولا طعام ولا شراب يعني سريت أنا حاليا عم انتظر الساعات الأخيرة ولا أدري متى مصيبتي إني ما بعرف شيء ماضي في حكمك عدنم في قضاءك كل شيء عبي يصير معي بالعدالة لأن كله قضاء من عنده أسألك هون أنا عمط لبقال أسألك اللهم بكل إسم لك يعني ما عم بطلب من ذاتي أنا أنا عم بطلب منك بأسماءك بكل إسم هو لك سواء سميت به نفسك في إسم الله سمى نفسه فيه ما حد تدخل من سمى الله هو سمى نفسه الله ولكن هل يمكن هذا الإسم أن يكون لمخلوق هذا إسم الخالق ويمتاز به الخالق عن المخلوق وبعض الخالق في العصور الماضية أراد أن يسمي ابنه بهذا الإسم وآن مات الولد معه لأن هذا الإسم واحد ولا يصلح لغير واحد سمى به نفسه أما العليم الكريم مين سمى سمى نفسه الحليم الرؤوب اللطيف العظيم كل أسماء سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك نحن تعلمنا الأسماء التسعة وتسعين أسماء الصفات في اسم الذات في أسماء الصفات اسم الذات واحد ما بغيره أما أسماء الصفات تسعة وتسعين مع اسم الذات صار مية أو أنزلته في كتابك إن الله كان غفورا رحيما أنزله في الكتاب وأسماء لله عز وجل وجدت في كتابه أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يعني في أسماء ما حد عرفان هلس الله مدخرها لذاته ولم يطلع عليها مخلوقاته فيا رب أنا بهذه الأسماء أدعوك التي لم يعلمها خلقك طيب شو بدك أنت عم تدعي أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا شو يعني ربيع قلوبنا الربيع بيطلع بالسنة مرة لكن أيام الربيع حلوة هي أحلى أيام السنة أيام الربيع لا برد ولا شوف أيام الربيع ربيع أول وربيع ثاني في أحلى من أيام الربيع لما بيبدأ الشجر بيكتسي من العري هاي أيام الربيع أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدرنا وجلاء حزننا يعني إذا واحد متكائب من هالوضع اللي هو فيه سواء وضع خاص أو وضع عام يا ربي ما في مجلائه لهذه الأمور إلا القرآن بيجيني مرضى كيس إذوية بالكآب قال له تعطيني كل يوم أجر صفحات من القرآن وما بخليك استعمل ولا دوا وعد بعد ما وعد بعشرين يوم ما عاد فيه ولا حبة أو خط كل الإذوية ربيع قلوبنا وجلاء حزننا ودهاب همنا لو عبد 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 الحار يقول ودهاب همي أبدعي مع الجماعة همنا إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها قال بلى تعلمها وينبغي لمن سمعها أن يتعلمها ويعلمها وينبغي لمن سمعها منكم أن يبلغها يتعلمها ويبلغها ما تنغروا بحالكم حفظت وعرفت كل ما علمتموه يجب عليكم أن تعلموه وكل ما أخذتموه يجب عليكم أن تبلغوه وإلا فتقعوا في المسؤولية بين يدي الله عز وجل أنت تعلمت لمين لأن أنا أنا لأن أنا أتعلم أنت مكلف أن تعلم ما تعلمت وقبل أن تعلم أن تعمل بما عملت وتعلم بما عملت مو بما علمت أن تعلم ما عملت به مو أن تعلم ما علمت فقط فأسأل الله العظيم رب العرس العظيم أن يكرمكم أن تسمعوا وتعملوا وتعلموا لتنقذوا أنفسكم بين يدي ربكم وتلقون ربكم غدا وهو راض عنكم إن شاء الله وصل الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين شكرا شكرا